ومن الشركة الوطنية للكهرباء إلى المستشفى العام حيث احتفلنا النساء العاملات بالمستشفى العام بحضور عدد كبير من العاملات والمسؤولين والإداريين بالمستشفى أرون أب آدم وتفاصيل فمما لا شك فيه أن النساء العاملات في القطاع الصحي يتحملن العباء الأكبر لذا فإن هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم الدولي للمرأة دلالة واضحة للإخترام الكبير للمرأة والودة الذي يكنه العالم لها ولإحياء هذا اليوم فإن العاملات بالمستشفى العام للتمييز الوطني احتفلنا وقد تحدثت رئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة خديجة أبو جرين التي قالت إن الشعار العالمي لهذا العام هو الاستقلالية الاقتصادية للمرأة في عالم التطور المتسارع هو انطلاقة تحدي لكل نساء العالم واضافت أن نسبة النساء في البلاد تمثل 50% من حيث النسمة السكانية ومع ذلك أنهن الأكثر غيابا في الخطاعات الرسمية لذا يجب عليهن الكفاح من أجل البلوغ إلى مرحلة المساواة أمام فرص العمل وذلك من خلال المشاركة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التكنولوجيا والانتقال إلى الرقمية وأشارت في الوقت نفسه أن احترام حقوق النساء والفتيات هو التحدي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأشددت على ضرورة إنشاء مشاريع إنمائية لتطوير قطاع المقاولة النسوية أما المدير العام للمستشفى العام للتمييز الوطني البروفيسور شواء أوشيمي الذي أكد أن إدارة المستشفى تثق في العمل الذي تقدمه النساء من طبيبات وممرضات وعاملات وأشاد بالدور الفاعل لخدمة المواطنين ومن ناحية أخرى فقد دعاهن إلى تحمل المسؤوليات وبذل المزيد من الجهود لكذب ثقة المرضى وقد وزعت شهادات تقديرية لبعض النساء اعترافا بدورهن الريادي كما تابع الحضور عرض إسكيتش يعالج قضية احترام المرأة وضمان حقوقها الأسرية في وسط مجتمعها كما هو رسالة تأخي بأن المرأة قادر لشغل منصب القيادين إذا أتخذ لها السانحة